أهلا بكم إن شاء الله في السيشن دي هنتكلم عن الـ Direct Delivery الـ Direct Delivery أو زي ما بتتسمى في البزنس بالـ Drop Shipment هي بروسس بيتم فيها شحن أو تسليم الـ Items مباشرة للـ Customer عن طريق الفندر تخيل معايا Sales Order مطلوب فيه Item معين الـ Item ده غير متاح مغزانيا فأكيد أنا هكون محتاج إن أنا أcreate Purchase Order عشان أفلفل الـ Need دي طيب الـ Purchase Order ده بدل النهاردة ما الفندر هيشحنهولي لمخازن الشركة بعد كده أنا أشحنه من مخازن الشركة للـ Customer Location في الـ Direct Delivery ممكن أطلب من الفندر إنه هو يشحن الـ Item مباشرة للـ Customer Location نروح للـ Application ونشوف إزاي نـ Create ونـ Process Direct Delivery Sales Order الـ Direct Delivery هو Sales Order عادي فأنا هروح مثلاً موضي للـ Sales & Marketing أو الـ Accounts Receivable بعد كده Orders All Sales Orders ونـ Create Sales Order New بعد كده هنختار الـ Customer Customer هنا هو مثلاً من Galaxy بعد كده أوكي أحدد الـ Item على الرغم من إن أنا اتفقنا إن الـ Items دي هتتشحن من مخازن السبلاير بشكل مباشر للـ Customer ولكن Still mandatory إن أنا أحدد هنا لـ Site و الـ Warehouse على مستوى Sales Order فأخطر هنا Warehouse Warehouse هنا ممكن يكون بشكل virtual يعني بعد كده كده إحنا جاهزين إننا نـ Create Direct Delivery Order هروح هنا للـ Sales Order Tab New بعد كده Direct Delivery في الـ Direct Delivery Form هبتدي إن أنا أحدد مين هو الفندور اللي هشتري منه الكمية الـ Currency وممكن طبعاً إن أنا أحدد Purchase Price يبقى أنا عندي Sales Price اللي أنا هاخده من الـ Customer وعندي Purchase Price اللي أنا هدفعه للـ Vendor خلينا كده نختار الفندور أول حاجة محتاج إن أنا أحدد إيه هالـ Items اللي أنا هعمل لها Include في الـ Direct Delivery Order بعد كده هنا في الـ Vendor Account هبتدي إن أنا أختار الـ Vendor ولي يكون 2B بعد كده هقول له هنا أوكي طيب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ فيه Purchase Order هيتجنريت لـ 2B وكده أبص هنا عندي Automatic Purchase Creation عندي هنا في Purchase Order بالرقم ده Created كالـ Direct Delivery طيب إزاي نافيجيت للـ Purchase Order ده؟ ممكن نروح بشكل مباشر هنا لـ Purchase Order Form بعد كده بنعمل Filter برقم الـ Purchase Order ممكن هنا في الـ Sales Order ممكن عن طريق الـ General Tab Related Information ممكن نبص إيه هي الـ Related Orders وهنا هنشوف هو ده الـ Related Order لو راحنا نبص كده على الـ Purchase Order الـ Purchase Order Line عبارة عن Copy من الـ Sales Order Line نفس الـ Item Number نفس الكميات هنا كمان هنلاقي الـ Site و الـ Warehouse طبعاً هكون فيه اختلافات ليه علاقة بقى بالـ Financial Prices هنا عندي هنا الـ Unit Price الـ Discounts طبعاً هتكون دي الـ Unit Price و الـ Discounts الخاصة بالـ Vendor فيه معلومات تانية مهمة بيحصل لها Synchronization ما بين الـ Sales Order و الـ Purchase Order زي إيه؟ أول حاجة لو جاءنا نبص هنا على الـ Address نلاحظ هنا في الـ Purchase Order أن الـ Address هو الـ Customer Address اتفقنا في الـ Direct Delivery الـ Vendor يشحن الـ Items مباشرةً للـ Customer فمهم يكون عندي هنا الـ Customer Address الـ Purchase Order التقليدي الـ Address كان بيكون الـ Legal Entity Address أو الـ Warehouse Address حاجة تانية مهمة وهي الـ Delivery Information و الـ Delivery Dates لو جاءنا نبص هنا على الـ Sales Order خلينا مثلاً نقول خلينا دخالي أن الـ Customer طالب كـ Requested Receipt Date طالب أن هو يستلم الـ Items دي وليكن يوم الحد 12 لو عملت هنا Save ورجعت كده للـ Purchase Order عملنا Refresh هنا هنلاقي أن الـ Delivery Date Updated وبقى يوم 12 طيب تخيل بقى الـ Supplier رد علي وقال لي لأ أنا مش هقدر أن أنا أشحن الـ Items دي أو أسلمها يوم 12 أنا مثلاً هسلمها يوم الخميس أو يوم الثلاثة 14 خلينا كده يختار الثلاثة 14 لو عملنا هنا Save نفس الكلام هيحصل له على الـ Sales Order فعندي هنا الـ Sales Order بتاريخ 14 طيب نروح لأهم خطوة وهي خطوة الـ Delivery في الـ Sales Order بشكل عادي أنا قلت باجي هنا في الـ Peek & Back لما أجل أشحن أو أسلم حاجة للـ Customer بعد كده بقول له generate packing slip في الـ Delivery الموضوع هيكون مختلف شوية اللي هيترغر الـ Customer Delivery هو الـ Purchase Order طيب إيه اللي بيحصل؟ أنا هيجي هنا في الـ Purchase Order تخيل مثلاً الفندور قال لي أنا خلاص سلمت الـ Items للـ Customer فباجي هنا بعمل Product Receipt Once إن أنا عملت Product Receipt بيحصل generate للـ Packing Slip بشكل أوتوماتيك طيب خلينا نروح لـ Purchase Order أول حاجة وهناعمل Confirm Purchase Order بقى بشكل تقليدي عادي جداً هـ Confirm Purchase Order بعد كده هـ Post الـ Product Receipt Receive generate Product Receipt لو معي رقم الـ Product Receipt طبعاً للـ Vendor شحن بيه الـ Items للـ Customer هكتدي إن أنا حدده هنا بعد كده بقول له أوكي أوكي وانس إن الـ Product Receipt هنا الـ Purchase Order بقى Received لو رجعت للـ Sales Order عملت هنا Refresh الـ Sales Order هو كمان بقى Delivered لو بصيت هنا كده في الـ Picking Back بقى عندي هنا Packing Slip طيب الـ Process اللي بعد كده الـ Process بقى الطبيعية يعني أنا الـ Vendor بيبعث لي Invoice بقيمة الـ Purchase Order بعمل لها Invoice بشكل منفصل والـ Sales Order اللي هو الـ Direct Delivery هو كمان بيكون فيه Invoice اللي أنا ببعثها للـ Customer بشكل منفصل فيه فورم تانية باورفول جداً وأنا شخصياً برشح دايماً للـ Users اللي بتتعامل مع الـ Direct Delivery لأنها بتكون عبارة عن Summarize للـ Direct Delivery Orders الموجودة عندي في الـ Legal Entity الفورم دي موجودة فين؟ في الـ Procurement & Sourcing Module Purchase Orders بعد كده عندي Direct Delivery Processing Direct Delivery هنا في الـ Direct Delivery Form أقدر أشوف الـ Orders Supposed to be أو المفترض أنها تكون Direct Delivery ولكن هي لسه ما حصل لهاش Creation دي بروس تانية ممكن نشوفها كمان شوية ولكن لو الـ Direct Delivery Order Already Created أقدر هنا في الـ Confirmation أقدر أشوف إيه هي الـ Direct Delivery Orders المحتاجة confirmation وأقدر كمان أن أنا أعمل Delivery أو أستلم الـ Items من وجهة نظر الـ Vendor اللي هي بالنسبة لي هتبقى Shipping للـ Customer يعني إيه؟ أنا عندي هنا Sales Order الـ Sales Order ده أنا عملت له Direct Delivery اللي هو الأوردر رقم 54 الأوردر ده موجود هنا لو رحتلو هنا من شاشة الـ Purchase Order بشكل عادي مفترض أن أنا أعمل confirm ولكن عن طريق الفورمي ده أقدر أن أنا أكنفرم الـ Purchase Order Direct هنا أكنفرم الـ Purchase Order بعد كده هنروح للـ Delivery Tab أقدر بقى هنا أن أنا أعمل الـ Product Receipt Step الـ Product Receipt عندي هنا 2 options ممكن أقول له هنا Partial Product Receipt دي الـ Product Receipt بالشكل التقليدي أحدد هنا الـ Product Receipt Number وأحدد إيه هي الـ Items اللي الـ Vendor شحنها للـ Customer أو أقدر هنا أن أنا أستخدم option اسمه Full Product Receipt الـ Full Product Receipt بيأسيوم أو بيفترض أن الـ Items إتسلمت للـ Customer وبيجنريت Product Receipt بشكل أوتوماتيك وهنا فيه سؤال طب هو السيستم لما عمل جنريت للـ Product Receipt إيه هو الـ Product Receipt Number ده بيكون عبارة عن Number Sequence يعني لو رجعنا للـ Purchase Order دلوقتي وعملت هنا Refresh وجئت هنا أشوف الـ Product Receipt عندي هنا ده الـ Product Receipt Number عبارة عن Number Sequence خاص بالـ Direct Delivery شفنا في المثال اللي فات بيزنس كيس ليه ممكن أحتاج الـ Direct Delivery وديه في الـ Situations لو أنا ما عنديش On Hand من أيتم معين فيه شركات الـ Business Model بتاعها قائم على الـ Direct Delivery بشكل أساسي يعني الشركات دي ممكن يكون معندهاش مخازن وهي مجرد بتقوم بدور الـ Agent أو الوسيط ما بين الـ Customer والـ Supplier فيه شركات تانية ممكن يكون عندها مجموعة معينة من الـ Items دايما بتتهندل عن طريق الـ Direct Delivery الـ Items دي بتتورد بشكل مباشر من الـ Supplier للـ Customer خلينا نشوف إزاي نهندل الـ Business Case دي أول حاجة محتاج أنافجيت للـ Released Product Form وأحدد إن كان الـ Item ده دايماً هيتهندل عن طريق الـ Direct Delivery ولا لأ ولكن رقم واحد فيه هنا سؤال مهم لازم إن أنا أحدد الـ Default Vendor الخاص بالـ Item ده فهروح هنا في الـ Purchase Tab بعد كده هنا في الـ Vendor أختار مثلاً 2B يبقى أنا كده بقول إن الـ Item ده دايماً بشتريه من 2B بعد كده عندي هنا في الـ Deliver Tab بابتلي أقول إن الـ Item ده بيحصل له Direct Delivery دايماً فهاجأ أعلم هنا على الـ Direct Delivery Option وممكن كمان هنا إن أنا أحدد زي Virtual أو Direct Delivery Warehouse وليكن مثلاً Warehouse رقم 10 نروح للـ Sales Order ونCreate New Sales Order Line هنا رقم واحد هنلاحظ إن الـ Warehouse هو الـ Warehouse اللي حددناه على Released Product ومهم جداً برضو الـ Delivery Type الـ Delivery Type في العادي بيكون Stock بنسحب من الـ OnHand ولكن الـ Delivery Type دلوقتي Direct Delivery وانس إن أنا هقول له هنا الـ Save هيحصل Automatic Creation لـ Precious Order في طريقة تانية أقدر من خلالها إن أنا Create Direct Delivery Orders إما عن طريق Direct Delivery Form أو عن طريق Periodic Jump إزاي هندل الـ Process دي؟ هنا في Released Product Form رقم واحد محتاج أتأكد إن أنا عندي Default Vendor بعد كده هنا في الـ Deliver Tab مش محتاج إن أنا يكون عندي Direct Delivery Yes Direct Delivery Set To Yes معناها إن الـ Order هيحصل له Creation بشكل Automatic وأنا مش عاوز كده أنا عاوز إن أنا أحدد في الـ Sales Order إن كان الـ Item ده هيكون Direct Delivery أو لا طيب هروح هنا للـ Sales Order هنCreate Line جديد هنا هنلاحظ إن ده Sales Order عادي عندي هنا الـ Delivery Type Stock هحدد هنا الـ Warehouse وليكن Warehouse رقم 10 بعد كده باجي هنا في الـ Delivery Tab عندي هنا في الـ Delivery Tab أقدر إن أنا أحدد إن الـ Line ده هيكون Direct Delivery ولكن لو أنا عملت هنا Save حتى الآن الـ Purchase Order مش هيحصل له Creation لو بصيت هنا في الـ Direct Delivery Status هنلاقيها To be Direct Delivery إيه الفكرة هنا؟ الفكرة إن فيه شركات الـ Process بتتم عن طريق أكتر من شخص فيه شخص هو اللي بيكريات الـ Sales Order وبيحدد إذا كان ده هيكون مثلا Direct Delivery أو لا فيه شخص تاني ممكن يكون من إدارة المشتريات هو اللي بيجنريت الـ Purchase Order طيب نروح للسؤال المهم إزاي نجنريت الـ Purchase Order في عندي هنا Two Options رقم واحد في عندي Periodic Function تحت الـ Direct Delivery Processing Create Delivery Create Direct Delivery Orders لو أنا عملت هنا أوكي كل الأوردر اللي واخده Status To be Delivered هيحصل له Creation ممكن طبعا هنا في الفلتر ممكن إن أنا حدد كريتيريا مختلفة على حسب الـ Business Process الطريقة التانية ممكن إن أنا Create الـ Purchase Order بشكل Manual عن طريق الـ Direct Delivery Form هنا في الـ Direct Delivery Form أقدر إن أنا Review كل الـ Sales Order اللي المفروض تكون Direct Delivery ولكن الـ Purchase Order ما حصل لهش Creation لحد دلوقتي إزاي Create الـ Purchase Order أحدد الـ Sales Order بعد كده هنا بقول له Create Direct Delivery عندي بعد كده هنا Purchase Order Has Been Created وبصيت هنا في الـ Confirmation ممكن نعمل بقى الـ Process بشكل عادي ده مثلا الأوردر بتاعي أقدر إن أنا أعمل له Confirm بعد كده في الـ Delivery أقدر إن أنا أدليفر الأوردر ده خصففل نعمل بقى الـ آآدر شكرا